يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الدوري المصري الممتاز بات قريبا من الانتهاء وانتهت المسابقة على خير أو اقتربت من الانتهاء على خير الأمور أكثر هدوءا عن المواسم السابقة بصراحة شديدة يعني عشنا بقى أمين كان فيه أزمات كثيرة تحكمية الموسم اللي فاته والموسم اللي قابله وناس بتعترض وناس بتزعل وناس بتتدايق وانسحبات وكلام كتير قوي كنا نسمعها الموسم بالمضايا السنة دي الأمور أكثر هدوءا يمكن يمكن أكثر هدوءا عشان الأمور فوق شكلها واضحة ومحسومة الأهل في الصدارة بيرامس في المركز الثاني فيوتشر في المركز الثالث الزمالك في المركز الرابع ممكن فيوتشر والزمالك يتبادلاء المركزين دول التالت والرابع بس الأمور خلصانة فوق الحكاية الكبيرة هي حكاية تحت بس قبل ما نتكلم على الحكاية اللي تحت حكاية الهبوط والصراع الكبير عليه أقولكم النهاردة كان فيه مباريات في منتهى الأهمية مباريات قوية جدا بيرامس النهاردة بصعوبة شديدة جدا قدر يفوز على فرقه واحد سفر هدف في الدقيقة 38 من راكل الجزاء كان ضيعها ده الهدف اللي جابه مصطفى فتحي راكلة الجزاء اللي كانت ضاعت من فرقه في الدقيقة 38 عفوا ريزي حمرون اللي ضيعها وده الهدف اللي جابه مصطفى فتحي تقلق كبير لمصطفى فتحي الموسم ده وتقلق أكبر لعبدالله السعيد عبدالله السعيد هتكلم عنه شوية بس بعد ما نخلص الهدف ده مصطفى فتحي عامل موسم رائع جدا وفرقه صعب تهزم فرقه خد بالك أن فرقه مع طارق العشري مخسرش غير من الأهلي وبرامدز الأهلي وبرامدز الأول والتاني يعني فرقه مع كابتن طارق العشري مخسرش من أي فريق إلا من بيرامدز والأهلي فالصعوبة كبيرة أنك تهزم فريق فرقه عمل كده بيرامدز النهارة عشان يبتعد أكثر وأكثر بالمركز الثاني المركز اللي هيأهله للمشاركة أولى في دوري أبطال أفراك